استقبل صاحب اسمو الشيخ محمد بن زايد آل الهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي الدكتور بادر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وبحث اسموه وزير الخارجية المصري العلاقات الأخوية ومختلفة جوانب التعاون والعمل المشترك وموصلة دفعهما إلى الأمام كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحرب لجانب الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع